السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجاء رجاء ما تتفرجوش على مسلسل 13 Reasons Why المسلسل ده هيسبب لك فعليا مشاكل نفسية كتير جدا والموضوع ده عن تجربة أنا تفرجت على المسلسل وسبب لي مشاكل نفسية وصلت لدرجة التفكير في الانتحار لو عايز تعرف الأسباب اسمع كويس للي أنا هقوله من عدتي مش بحب أحرق مسلسلات ولا أحرق أفلام ولا بحب أتكلم عن فيلم أو مسلسل قدام حد لسه ما تفرجش عليه بس المسلسل ده أنا لازم أتكلم عنه بشكل واضح جدا عشان أحذر الناس منه لو أنت لا تتمتع بكم كبير من البرود ما تتفرجش على المسلسل لو عندك أي ذرة إحساس ما تتفرجش على المسلسل لأن المسلسل بيناقش قضية مهمة جدا بتفتح عينك أنت وعينك أنت على حاجات كبيرة جدا ألا وهي البولينج البولينج اللي هو إيه؟ اللي هو الإرهاب النفسي أو ممكن يكون إرهاب جسدي تمام؟ ممكن ناس منكم تكون مرت بمواقف أنها في المدرسة كانت في حد بيتريع عليها ممكن وإنتوا على الفيسبوك حد بيتريع عليكم حد بيقول عنكم كلام مش حلو حد كذا حد كذا كل المواقف السيئة اللي حصلت لك بسبب آخرين بسبب أن حد دايق أجبعية شكل من الأشكال كل الحاجات دي هتفتكرها وإنت بتتفرج على المسلسل المسلسل بيوضح واقع مرير بيوضح قد إيه الكلمة ممكن تؤدي إلى الانتحار لشخص ما الموضوع مش سهل الموضوع فيه ناس ممكن تاخده ببساطة إن هو إنك إنت تخش مثلا تتريع علي حد أو تقول كلمة عابرة سلبية كلمة سلبية عن حد أو حاجة زي كده ممكن تكون الكلمة اللي أنت بتقولها دي أنت مش واخد بالك منها تسبب إن الشخص ده يفضل كئيب مثلا طول حياته أو يمر بأوقات عصيبة وممكن توصل به لدرجة الانتحار بس أنا هنا مش هتكلم عن إنك إنت اللي بتقول الكلمة دي أنا هتكلم عن إنك إنت تتلقى الكلمة دي المسلسل ناقش فكرة إن واحدة أتلت نفسها بسبب إنها تعرضت للإرهاب النفسي في المدرسة بتاعتها واحدة كانت في مدرسة ثانوية وتعرضت للإرهاب النفسي زميلتها وزميلها كانوا بيترياءوا عليها طلعوا عليها كلام صوروها صور بذيئة وفضحت بسبب الصور دي وحصلت مشاكل كتير نفسية للبنت بسبب الموضوع ده الموضوع منتشر جدا في أمريكا ومش بس أمريكا هو منتشر في كل حتة ومنتشر في كل حتة من زمان لدرجة إن أنا فتكرت الإرهاب النفسي اللي أنا كنت بمر به أيام الثانوية ها أنا فعلا كنت بمر بإرهاب نفس أيام الثانوية كنت بدرس في ثانوي في قرية تانية أغلب الطلبة كانت من القرية اللي فيها المعهد الثانوي ومع إنه معهد أزهري وبندرس دين والمفروض إن إحنا نكون متدينين وبنتقلة وحسن الخلق وكذا 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 إلا إن كان فيه عنصرية جاهي لأن أنا في الفصل كنت الوحيد من القرية التانية أما باقي الطلبة أغلبهم من القرية اللي فيها المعهد فكان دايما بتحصل مضايقات ضدي كانوا بيوقفوا مع بعض ضدي افتكرت الحاجات دي كلها وافتكرت المواقف السلبية وافتكرت كل كامنت وحش شفته من حد كل الحاجات دي كلها تشكلت في إن أنا بسبب فرجتي على المسلسل ده حصلت مشاكل نفسية كتير عندي بقيت عصبي جدا ما بقيتش أكل أبدا يمكن ممكن تكونوا أنتوا أخدين بالكم إن أنا عندي أنا خسيت عشر كيلو يعني أنا من من أسبوعين في خلال أسبوعين خسيت عشر كيلو الموضوع مرهق نفسيا جدا لدرجة كبيرة أثر الكلمة أنت مش قادر تتخيل أثر الكلمة لما تلاقي إن في حد بيتاري عليك أو بيقول كلمة وحشة أو بيتهمك اتهام زور أو أي يعني أي إرهاب نفسي بأي شكل من الأشكال حتى لو نظرة عابرة الموضوع مرهق أنا اللي منعني من الانتحار طبعا في ديانتنا الإسلام الانتحار حرام الانتحار حرام وسيودي بك إلا جهنم أنا مش هكذب عليكم فكرت فعليا في الانتحار فكرت فعليا حسيت إن الدنيا سود حسيت إن الناس وحشة حسيت إن في ناس كتير وحشة بشكل رهيب إحنا بقينا دلوقتي عايشين تحت ضغوط نفسية أكثر من الضغوط الجسدية والمادية ضغوط النفسية بتأثر عليك من جميع النواحي وإنت في الشارع وإنت في البيت وإنت قاعد على الفيسبوك وخصوصا وإنت قاعد على الفيسبوك بتشوف أخبار سيئة بتشوف ناس بتتقتل بتشوف خناءات ما بين صحابك وما بين بعضهم أو مثلا بتشوف فيديوهات صادمة بتشوف تعليقات سلبية جدا من بعض الناس كل الحاجات دي كلها لما بتتراكم عليك بتخلي نفسيتك زي الزفت فعليا نفسيتك زي الزفت فرجاءا اللي إنت بتشوفه كله ده ممكن تكون بتنساه لكن لما هتتفرج على المسلسل بشكل عام أنا أضمن لك إن كل موقف سلبي حصل لك هتفتكره وإنت بتتفرج على المسلسل وهيتم عندك عملية تطبيق أو تراكم للحاجات الوحشة اللي حصلت دي كلها عندك إنت فرجاءا المسلسل ناس كتبت تقارير كتير عن المسلسل ناس كتير بتحذر من إنك تتفرج على المسلسل ناس كتير بتحذر ليه؟ لأنه سبب أزمات نفسية لناس كتير ومحاولات انتحار كتير حصلت بسببه وناس انتحرت بسبب المسلسل فيه ناس انتحرت بسبب المسلسل أيوا حصل ادخل على الانترنت ودور وهتلاقي إن فيه ناس انتحرت بسبب المسلسل وعائلات الشباب اللي انتحروا دول ألقوا اللوم على المسلسل نفسه الآباء بيحذروا الأطباء النفسيين بيحذروا من مشاهدة المسلسل رجاءً المسلسل كئيب فوق الوصف لو أنت بتحب الكئابة برضو المسلسل ده ماينفعكش لأن المسلسلات الكئيبة أو الأفلام الكئيبة البطل بيموت في آخر الفيلم لكن في المسلسل ده البطلة بتموت في الأول وبتشرح لك على مدار المسلسل كله ليه قررت أنها تنتحر؟ مشكلة كبيرة جداً ومشكلة بتواجه مننا ناس كتير جداً كمثال بسيط موقع صراحة اللي أنا كنت عامل عليها أكاونت وقفلته وأكبرت أخويه أنه هو يقفله وبنصح أي حد أنه يقفل أكاونت صراحة وصل الكره والبغض لكثير من الناس أنه هما يبعتوا رسائل بغيضة رسائل حاقدة رسائل بذيئة للناس على أكاونت صراحة ما عندهمش الجرأة أنه هو يواجه ويقول أنت بتعمل كذا غلط أنت كويس بس بتعمل كذا غلط لا ده بيخش وبيشتم وبيعاير وبيسب فيه ناس انتحرت بسبب برضو أكاونت صراحة بسبب موقع صراحة فيه ناس انتحرت وفيه ناس جالها اكتئاب شديد بسبب أكاونت صراحة فأنت حواليك سلبيات كبيرة جداً 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 رجاءً ما تتفرجش على المسلسل ده عشان المسلسل ده هيجمع لك كل السلبيات في دماغك ويخليك مكتئب لدرجة شديدة جداً جداً ممكن توصلك للتفكير أنك أنت تنتحر والعياذ بالله أما بخصوص أن أنا كنت مخنوق جداً الفترة اللي فاتت بسبب أن أنا كنت عصبي جداً الفترة اللي فاتت وبسبب أن أنا فكرت في الانتحار فأنا ممكن أبعمل لكم 13 reasons why أنا فكرت في الانتحار ومش انتحرت أشرح لكم قد إيه إحنا بقينا مجتمع لا يضاق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته